بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نرى بعض برنامج هذا البرنامج كان من إنتاج وتو ديسك وقفته بصعوبة تجده سوف نضع الرابط في اللي موجودة على اليوتيوب في قناة بيب مغربيا سوف تجده فيها رابط لتحميل إكوتكت والفازاري لان الاثنين موجودين دلوقتي البرنامج بصدق إيه نحن نعمل تحليل أداء المبنى ونرى المبنى في المكان نحن نحدد مكان معين اللي هيبني فيه الشغل لان الاداء المبنى بيختلف حسب المكان اللي موجود فيه فلو هو موجود مثلا في دولة أوروبية غير ما يكون في دولة خالجية الحرارة فيها عالية فنفعش ان انا اجيب مبنى مثلا زجاج كان اداء كويس في بريطانيا وحطه في دولة ضرورة الحرارة فيها عالية فكمية الحرارة بتدخل العالية جدا فده بيأثر على الاداء المبنى وبنطرر نحن نركب أجهز التكييف فلازم لو نعمل تحليل أداء المبنى قبل ما نشتغل بيه ونفجأ بالأداء انا بنبدأ نشتغل فاستخلنا في الأول بروجيكت بندخل المعلومات بتاعت المبنى والمعلومات بتاعت العميل والوزرداتا فايل ما هي هيبقى الحساب من خلالها في كمية جديدة جدا جاية مع البرنامج أو اسمطا مع البرنامج ولو لقد لم perceives شيء في الدول لان اغلبها في امريكا و باوروبا هنرى كيف نقوم بيجد المعلومات ولو انت مختار بورجيكت هتلاهي نصات لوكيشن بتبدأ تختار بقفايند تختار الدولة اللي انت عايزها مثلا انا اخترت كايرو انت شوف انت عايز تبني فين فيش مشكلة تمام نحية لو كتبت ايجيبت هيطلع لك دولتين اطلع لك محافظتين اسوان وكايرو فتقدر تختار اللي انت عايزه وتقدر برضو تختار من المابس تختار المكان اللي انت عايزه سواء مصر فلسطين زي ما انت عايز يبدأ هو يزبط لك الانتجاهات تقدر تزبط الوكيشن بالشكل دوت طيب ممكن ايجي هنا اقول له انا عايز البروجيكت تفرميشن لو انت عايز تزبط البروجيكت تفرميشن ويزر بريفرانس بيجيب لي هنا الاماكن اللي موجود فيها المالفات مثلا اللي هاتتخاصة بالموديل ديروكترية اللي هاتتخاصة بالسكريبت هاتتخاصة بالتصديب هاتتخاصة بالماتيريال كل دول تقدر تيجي هنا وتعدل وتختار مكان اخر او ملف اخر تفتحه الموديل انج تبدأ تشوف الشكل الريد سايز شكل الريدياس ديت اللي هي خاصة بالسهل الالوان اللي انت تشغل بها تقدر اي لوم فيه متعدل فيه تعدل زي ما انت عايز الخطوط تقدر تعدلها ارتفع الزوم بتاعتك وين انت تختار بقى الوحدات الكاس بتاعتك سوى مثلا دولار مثلا او الوحدات ديت المتر او الSI او الUS او custom تختارتها ما انت عايز الـ option بقى بتقول له مثلا انا عايز تحافظ على الشكل دوت كل مرة يفتح بشكل دوت انا عايز تشغل بالـ openGL اللي عايز تربط لـ cdl editor اللي انت عايزها وبعدكها بتقول له انا عايز السيشن دي بس او apply to all session زي ما انت عايز يبانى كده بدأت ازبط الاعداد اللي انا عايزها وبدأت ازبط الملف او المشروع بتاعي محتاج ان انا ازبط له برضو موضوع المناخ لما اجي هنا بلايي loadWizardFile بحمل الفايل اللي انا عايزه طيب لو مش موجود باجي هنا واقول له findWizardData بيدخل على الموقع او لو دخلت google وكتبت انا عايز wizard data ملف دوت بتلاقيه اطريبا الموقع متعطل الخاص بها وكتبت انا عايزة الثانية بجدد ملفات وكتبت ملفات متعطل ممكن ترد قصة بتغييرها السيشن داو انت حملت ملف في معلومات معينة او متدد معين وانت عايز صغير اللي امتدد فبطل open وتفتح الفتح الامتدد اللي عندك وتغيرها يعني ده مثلا دابلو اي 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 بلانج عندك بهذا امتدد اخر يمكن أن تحمل مثلاً حاجة WFL وبعد كده تسيفه على ان هو WI سوف نفتح الملف دول سوف تجد البنان كلها تعملت كلمة summary وهنا هذه الأشهر و هذه الساعات اليوم فتبدأ تشوف الملخة بعملة كيفية هنا الرياح تبعملة كيفية دي كل الاعداد الخاصة في دي فلسطين الويند داتا الزر بتاتريح ويند روز تبدأ تشوف الملخة الخاصة بالمدينة ديت فهنا كده الحسابات بتاعتنا والشغل بتاعنا خاصة بالمدينة ديت بش معلومات عامة وده برضو الهورلي داتا الوكلي داتا المنصلي داتا وتقدر تعدل لو انت عايز في البنان ديت هجي هنا اقول له مثلا ان اريز احمل ملف معين تشوف انت الدولة انت عايزها يقول انه كده اتحمل و موجود معي في المشروع اي حاجة هبدأ احسبها هيبدأ يتظهر معي الاعدادات الخاصة بالمدينة دي بس يعني لو انا بصمم حاجة في مصر وهيزبط لي على الرياح وعلى الاتربة والشام النسيم والحاجة الحالة بتاعت مصر